ولو على التفاتة للذكرى لا تجدن دمع العين يفور من حرقة في القلب على رحيل عظماء شعبك الكبير وما أصعب دمع الرجال على رحيل الرجال فهي العمامة التي اختصرت رجالا في إنسان ومثلت العراقية الحقيقي بصموده على المحنة تعود ذكرى اغتيال الشهيد محمد صادق الصدر ونجليها التي غدرت بهم ظلمات التنكيل والموت التي لم تصنع للعراقي إلا عويلا وقهرا مريرة تعود بإصرار على الفخر بصيرة الراحيلين من شعب العراق وأي القلوب تلك التي تنهي طلة وجه زكي طيب نقي يقرأ عليكم السلام في بلد السلام وهذا نصيبك أيها العراقي ولدت لتعيش موتا على موت واغتيالا من رحم اغتيال وخسارة تفقد فيها علماء بلادك عظماء العالم والأعلام أنا أشعر بتعب أنا أشعر بتعب قالها لكنه لم يتوقف عن كلمة حق لأجل العراق ومن دفنهم تاريخ الذكريات المؤلمة أحدثوا في القلب غصة ودمعا حزينا على خسران للعراق مبين تبكيك الأمهات والأطفال الصغر والكبار فأنت من علمتهم كيف يكون العراق حاضرا في كل مقام ومقال لكن سمت تنهيدة في الصدر تخرج صعبة مع أنفاس استرجاع الذكرى يتفق الساسة وأبناء الشعب على أن دماء الصدر مدرجة بالكبرياء رسمت الكلمة نهجا وانتماء للعراق الذي يستحضر الشهيد محمد صادق الصدر صانع الكلمة بكل وفاء يعز العراقيون صاحب الأمر صاحب المصاب الأول والحفزة العلمية الشريفة السيد مقتضى الصدر وآل الصدر وهي تعزية في الذكرى الثالثة والعشرين لاستشهاد الولي الصالح وقطب رحل إصلاح في زمانه وأمته ونجليه الشهدين مصطفى الصدر ومؤمل الصدر رحل الشهيد جسدا لكنه بقي روحا حاضرة في مبادئ ورثة حكمة الشهيد الصدر فكانوا ويستمرون مشعلين ما ينير الحرية ومسيرة النجاح والإصلاح لكنه ترك رسالة تكتب بماء الإصرار على التغيير يستمدها العراقيون من رموزه الباقين كعنوين ثابتة في أوراق الأجيال المقبلة